الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآله أما بعد قال الله تبارك وتعالى وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين هذه الآيات من سورة الشعراء ربنا تبارك وتعالى يذكر لنا حدث من علم الغيب متعلق بيوم القيامة ويوم القيامة لم يأتي بعد وهو آت لا محالة زي ما الله قال أتى أمر الله فلا تستعجروه ربنا قال وبرزت الجحيم للغاوين جهنم تبرز يوم القيامة وصح الحديث أن جهنم يؤتى بها يوم القيامة وعليها سبعون ألف زمام على كل زمام سبعين ألف ملك يجرونها جرّا وألا قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا تكاد تميز من الغيظ جهنم تبرز يوم القيامة ويراها المشركون ويراها المنافقون ربنا قال وبرزت الجحيم للغاوين الغاوين دي المنم أولا تعرف العلماء قالوا في فرق بين الغواية والضلال الغاوي قالوا هو الذي يفارض طريق الحق بعد أن يعلم هو بيعلم تماما إن الحق في هذه المسألة وإن الحق مع ناس فلان وإن الحق في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما يعلم الحق بعد أن يفارق يمشي بطريق ثاني هذا يسمى غاوي يسمى شنوه غاوي أما الضال العلماء قالوا هو الذي يفارق الحق لكن عن جهل ما بيعلم ده بسموه ضال بسموه ضال ما بيعرف وهو يسلق طريقا غير طريق الحق التاني ده أقل ضررا من الأول لأن الضال بيحتاج لأجنوه بيحتاج لتعليم لو علمته قد يهديه الله تبارك وتعالى لكن المشكلة في الغاوي ده في الغالب ما بيرجع لأنه هو يعلم الحق تماما بعد ما علم الحق فارق طريق الحق زي فرعون فرعون كان يعلم تماما إنه الحق مع موسى وهارون وكان يعلم تماما إنه موسى رسول من عند الله تبارك وتعالى شكد موسى واجهه وقال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا قال له لقد علمت لقد علمت تعلمت فرعون إنه ده الحق وتعلم تماما إنه أنا رسول من عند الله عز وجل بعد كل فرعون فارق الحق واستخدم أساليب بتاعتلف دوران وهيج المجتمع على موسى وقال إن هادان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فرعون طبعا مفتح في الضلال يعرف غش الناس كيف شكد الله قال وأضل فرعون قومه وما هدا يعرف غشهم شوف خشلهم بما داخل أول حاجة قال لهم ذيل سحرة اللي اتنين ذيل سحرة سايد تاني حاجة داريني طلعوكم من الواطب تعتكم دي ثالث حاجة ويذهبا بطريقتكم المثلى داريني غير عليكم الطريقة القمت وانتوا لقيتوا أبهاتكم عليها فهمتوا ده الشغل بتاع فرعون وشفت الثلاثة حاجات دي انت بتحرق بالمجتمع كل المجتمع ده ممكن تحرقوا بالأشياني شاكد الآن بتلقى أهل الباطل بيستخدموا هذه الأساليب البورة عنده قصيدة اسمها الطريقة أمسك فيها الطريقة يادوب ليها ما سمعتها؟ في اللي زعب بالبطار والكشاكيش الطريقة أمسك فيها الطريقة يادوب ليها الطريقة لا تخليها ما سمعته؟ قال تلقى الرحمة والخير فيها بيوصي الناس انهم يمسكوا في جنه في الطريقة وقال لك ما تخليها نفس الكلام بتاع فرعون ويذهبا بطريقتكما المثلى داريني ضيّوا عليكم الطريقة تقال فرعون ذاك آشون شيخ طريقة كبير إما عارف المعلومة دي عارفة في الحلقة دي والله شيخ طريقة أنا بكلمك ساي من القرآن وكان عنده حيران حيران وكتار شاكد دائما شوف من أساليب القرآن إنه الحيران ما من نجيبه نحن ما من نذكره كتار نعدهم لك كيف شوف ربنا قال إن فرعون دا شيخ طريقة فوق وهامان دا الخليفة بتاعه والله العظيم إن فرعون وهامان وجنودهما دينا الحيران كانوا خاطئين حيران ما كتار جابوهم بالعدد المصحف ذاته ما بيكفي يشيلهم كله كتار ما بيتعدوا وذا تعرف من منهج القرآن إنه في التحذير من أهل الباطل يركز دائما على من؟ على الرؤوس رؤوس الباطل ويجيبون بألغاب لأنه هامان دا لغب وفرعون لغب تجيب بألغب المشهور بأو بين الناس شاكده ربنا قال تبت يد أبي لهب وتب فقال أبو لهب اسمه أبو لهب ما اسمه اسمه عبد العزاء ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم لكن مشهور بأبو لهب دا باب عظيم جدا تعرفوا تستفيد منه إذن الغواية مفارغة طريق الحق بعد العلم بالحق وده أشد من الضلال الله قال هنا وبرزت الجحيم لمنه للغاوين دا تعرفوا أمشي هناك سورة القصص سورة القصص قال الله تبارك وتعالى ويوما يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون الآيدي أفهم يوم القيمة ربنا بنادي المشركين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي ألاحظ كل النداءات في القرآن تلقى نداءات لأهل الشرك ربنا بناديهم يقول لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون أي في الدنيا الشركاء ويوم قال كنتم إن تعاملينهم مع الله تبارك وتعالى ما في الدنيا كنتم عندكم ناس مع ربنا تبارك وتعالى بتنادهم في شدايت بتنادهم في شدايت زي ما قال البرعي سيد أبو العباس بناديه سيد ساكينفاس بناديه وزي ما قال البرعي في ديوان أعلام الطريق أعلام الطريق وقبل الصباح سمعت في إحدى الإذاعات جايبين واحد من أولاد البرعي ده هو البيوسغ له الكتب ذاته هو البيوسغ للكتب بتاعت البرعي وقال نشرنا ديوان أعلام الطريق ونشرنا ديوان القوم ونشرنا ديوان لك سلام مني ذكر كل الدواوين بتاعت البرعي إذن هم مقررين بهذه الكتب ما بينكروا في ديوان أعلام الطريق قال يلعرك قومك وديوان أعلام الطريق الزول بتاع الكتاب قال وهذه يعني القصيدة دي قال كتبها الشيخ مع قصيدة مصر المؤمنة بمناسبة واحدة القصيدة دي وقصيدة مصر المؤمنة بأهل الله البرع يكتبون بمناسبة واحدة عرف المناسبة شنو المناسبة إنه الله جاب له حصوى الله جابه الله جابه الحصوى جاب له حصوى في كليته وذا كان سبب موته لما انخشت الحسوة البرعي بيقى ينادي في رجال لهم دكاترة ولا هم صالحين ولا هم أولياء ولا هم أنبياء ولا هم رسول شفاتة بس زين واحد قالي العركي وظومك الليل يومك قل لي في نومك زالت همومك هيا بتايا وحامد أب عصايا تعرف الناس زيل زيل رباطة بس تعرف أب عصايا وحامد أب عصايا تعرفوا هيا بتايا بنده في ديلة البرعي وحامد أب عصايا داير شنو زيلوا الحصايا وأمراد كلايا إذن البرعي لما اللقاء الجماعة زيل ما قادرين يعملوا له حاجة مشى في قصيدة مصر المؤمنة جاب له ناس كتار أدعوك يا الله بجميع عباد الله قال كده ولا ما قال إبليس ما من عباد الله مرقوا البرعي استثناو إذن إبليس ذاته البرعي بتوجه بإبليس لله تبارك وتعالي لأنه ما مرقوا قال وأدعوك يا الله بجميع عباد الله يا صوفية شيلوا الكتاب أميش تاني أضعوا من الأول تعرف كلهم ما يلقونه قبضنا لهم حاجة يرجعوا على الكتاب يدخلوا المطبع غير 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 أمسح على عدة تاني يطلوهم تاني نقول لهم شيء تاني رجعوا يا أخ رجعوا انت عارف لما الكتاب بعد شو أحب قدر النملة كتابة رجعوا كده بس يعرفتها ما في عندك فرقة يعرفتها أدعوك يا الله بجميع عباد الله وده من التوسل البدعي قال وبالسيدة نفيستي تعرفها نفيستي بتعرفها مهم نعرف وبشعوانتي وربع العدوية وما عارف السور الأربعة والعشر في أربعة والملائكة الأربعة والخلفة الأربعة كل دا نفع البرعي ما نفع وإلا لو نفع لمن قرض ولما مات مات البرعي انتهى انتهى كل دا ما نفع البرعي لو كان بس نادى الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى الخلق كان بينفعه كان بينفعه لأنه ربنا قال وإذا مريطه فهو يشين الله عز وجل أبو التايا ما عنده حاجة يا برعي ويا صوفية أبو التايا ما عنده شي ويوما يناديهم فيقولوا أين شركائيا الذين كنتم تزعمون في الدنيا ألكنتوا ما أسكين فيهم ونحن بيجاهم ونحن أبواتنا الشيوخ ماشين بينفسهم ونحن أبواتنا الشيوخ ديالما أسكين فيهم ونحن أبواتنا الشيوخ لو ما هم الدنيا ما كان بتمش ونحن أبواتنا الشيوخ ألكنتوا ما أسكنهم في الدنيا هنا ربنا يوم القيامة بجيبهم كلهم لو ما تابوا كلهم يجيبوا وينهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون في سورة الكهف ربنا قال ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم ما كانوا بنادوهم في الدنيا هنا ولا ما بنادوهم الآن ما أديتك مثال بنادوا يوم القيامة الله بيقول لهم نادوهم نادو شركائي الذين زعمتم وده فيه دليل إنه النداء غير الله شرك ولا ما فيه دليل ها شان حامد بابيقر لما نيجي هنا وبس شغال نحن نفوت نيجي بورانا نحن نفوت انت ما جينا في يومنا ولا بنجيك في يومك لو بتدين فرصة ما بتدين فرصة عرفته ده فيه دليل إنه النداء غير الله شرك لأنه الله قال ويوم يقول نادو شركائي الذين زعمتم هل حصل سنو قاعدوا ينادوا ما مورطين دار اللهم مخرج بيقوا هناك في أرض المحشر ينادوا يا بواتنا الشيوخ الحقون الحقون يا العركي وقومك بينادوا هناك في أرض المحشر يا واتبدر الحقنا يا واتحسونا من المذفونة الحقنا ده وين ده في أرض المحشر ربنا قال فدعوهم ده الدليل إنهم بيقوا ينادوا هل جوا جوا ما جوا الله قال فلم يستجيبوا لهم وينو ما بواتنا الشيوخ شليل وينو ما في ما بجو فلم يستجيبوا لهم لأنه في الدنيا الله قال لك ما بيستجيب في الدنيا ما بيستجيب استجيب يوم القيامة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا في الدنيا ما يستجيب استجيب يوم القيامة كيف فلم يستجيبوا لهم ربنا قال ورأوا العذاب رأوا العذاب شافوا العذاب بعيون هنا في سورة القصص لما ربنا قال لهم وينو ما شركة قال الذين حق عليهم القول بالعذاب يعني ربنا هؤلاء الذين أغوينا ديل الكبارات يقولوا لي الله يا هم ديل أتدقين فيهم مقلب ونحن كلنا منعلم الحق دقين فيهم مقلب هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون نكروم حطب زي ما بنقول في السودان بلاي دي ما ورطة ورطة ولا ما ورطة تخيل معاي في اللحظة دي سيكون الشعور وشنو الواحد اللي قال واشي عد يديه شاكيدة الله قال هناك ويوم يعد الظالم على يدي لأنه تورد خلاص يقولوا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ريت كان باريت النبي عليه الصلاة والسلام يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا فلانا دي لي جاد فلانا أنه فلان ما واحد فواحد فلان بتاع الكباشي فواحد فلان البراي فواحد فلان الصيمديما شاكيدة ربنا قال فلانا أجاب لك يسم لم أتخذ فلانا خليلا ليه لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا أو وعت تورط ورط زيدي هؤلاء الذين أغويناهم أغوينا أغويناهم كما أغوينا تفرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون نرجع للآياب بتاعة الشعراء وبرزت الجعيم للغاوين دي ليهم وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله وينهم أل كنتم تعبدوهم دون الله تبارك وتعالى ما يغشك أئمة الضلالة اللي بيجوا هنا لكن إحنا ما قاعدين نعبد شيخ لا قاعد تعبدو قاعد تعبدو قاعد تناديو في الشذايت قاعد تمش تطوف بالقبة وقاعد تتبرق بالقبة وبتعتقد إنه الشيخ بيغلق مع الله وبتعتقد إنه الشيخ في الدجانة يعني أكتر من كذا لكي تعبد تسوي شنو يعني يعني إلا تمش تتوضع وتمش تصلي للشيخ يعني العبادة دي ما باب كبير يدخل فيه أشياء كتهيرة جدا النداء عبادة الخوف عبادة الرجاء عبادة التوكل عبادة الإنابة عبادة الراهبة عبادة كل هذه عبادات وكل عليها دلة زمان ما بيتسع لكن تعرف تماما إنه ديل بيعبدو شيء أخر وماذيك إذ فلسف يقول لك ديل بنزل فينا الآيات بتعتمنو تعت المجسركين أنا نزلتها فيك ما أنت براك نزلتها في رقبتك أنت عارف دا زي شنو تلقى ذول سكران دار تعزه تقول لي يا أخي ربنا قال إنما الخمر والمجسر والأنصاب والأزلام رجسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه ولقى مولانا ما تندل فينا آيات السكارة والتجارب بزيانوس مواقف لطيتها ولا ما كده أخوان يعني أنزل فيك يا توايا يعني كذب العقول كيف أنزل فيك يا توايا نفس الحكاية الصوفي يتمسح بالقبة وينادي الشيخ في الشذايت ويجي يقول لك أهل نزل فينا آيات المشركين أهل نزل فيك منو طيب يأتوا آية بس ضبط أنزل فيك انت براك نزلتها شغلة في رقبتك شعب ما يجي حوموا لك حول المسأل ينزل فينا آيات المشركين انت براك دخلت نفسك هنا فهمت الحاصل؟ فربنا قال أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون والله دا موقف والله موقف حريج جدا تخيل الناس زيلوا أكفين ومدنجرين رؤوس ورطة وما في رجعة للدنيا رجوع لي ورا والله لو لقى رجعة في الوقت دا يجي يعمل حلقة وشفت يسيب الشيخ ذاته ما يخلي له أي حاج لكن الله ما برجعك تاني انت مين هنا شفت الشيخ دا أنفشه دوسه بكراعة كده شان ما دمشي بعدين تقول رجعني يا الله رجعني لا لا رجع من هصري رجعة ما فيه تموت تاني ما فيه درجعة شان كده يبتحي أكسب زمنك الزمن ضيق الزمن ضيق أكسب زمنك هل ينصرونكم أو ينتصرون يعني بيأملكوا لكم النصر انتم في الموقف دا بخارجوكم ها ما بيخارجوا طيب هم هم بيخارجوا رقبت ما بيخارجوا رقبت كلهم مورطين ديلوا ديك لا بينصرهم ولا بينصروا رقبت هل ينصرونكم أو ينتصرون الإجابة شنو لا لا بينصرهم لا بينتصروا بعد دا الحصل شنو الله قال فكبكبوا فيها وين في جهنم كبكبوا شوف تخيل معي كبكبوا دي وراء بعض شوف تكيف كبهم كي كبكبوا فيها هم والغاون كلهم التبع والأدبع كلهم يكبون في جهنم فكبكبوا فيها هم والغاون ومعهم تاني شفطة وجنود إبليس أجمعون إبليس ما قاعد جوا تقال إبليس وين ها الله قاله وقال الشيطان لما قضي الأمر شوف إبليس بيقوم بعدين في جهنم ها بعد ما دق في الناس مقلب يقوم يقف العيل ويتكلم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم شوف إبليس مجرم كيف يعرف إنه الله وعد وعد الحق والله والأبالسة كتار جدا إن الله وعدكم وعد الحق وهو عدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي لا بطلعكم أنا ولا بتطلعون إتخيل ذي خطة وين ذي خطة جوا جهنم ما فيها أقيم الصلاة ذاته فيها بس تنشوي وتجرب الحميم عرفته؟ ده جوا جهنم إبليس ذكى فيهم مقلب الجماعة نشوفها نحاصل بعد ما دخلوا نشوفها نحاصل ربنا قال فكبكبوا فيها هم والغاون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون الشكل جوا الشكل دورت لما نخشوا هناك وطاقوا العذاب الجماعة بيقى يشاكلوا الحيران بيقى يشاكلوا مع الشيوخ والشيوخ بيشاكلوا مع الحيران ما لقوم في شنو قالوا وهم فيها يختصمون طالله شوف يحلف بي الله يحلف بي الله هنا لما نقول له أحلف بي الله يقول لكو حاتبوا يا الشيخ لما نميشيناك يتورد يحلف بي الله قالوا طالله إن كنا لفي ضلال مبين لأنه كانوا تبع شفتا كيف وقالوا كنا في ضلال والضلال دا ما بيمرقهم من النار ما بيمرقهم من النار لأنه إنت مكلف تبحث عن الحق مكلف تعرف الدليل وين مكلف تشوف آيات الله وين محلها وتعرف الحق ما بينفع بعدين تجي تقول أنا ما كنت ضال لا مش جاء رسول جوه ولا ما جو جو مش كتب أنزلت أيوة مش وروق نعم تاني ما لك قالوا إن كنا لفي ضلال مبين بين واضح ليه إذ نسويكم برب العالمين ذكروا المقلب بتاعهم قالوا الله إن إحنا كنا في ضلال في الدنيا لما كنا بنسويكم مع الله نسويكم يعني شنو يعني نجعلكم أنتو الله واحد سوا سوا الله بدي جناء الكباشي بدي جناء زي ما البرعي قال كم أدى ولد في كل بلد كباشي غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي أقعد 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 أنت ما لك يا أخي أنا أسمع لكم أقعدوا ما في حاجة ما نجد ما نجد والله يا زول موحدة أنت صوفي ما تلقى نخوفك والله إن تلموا ألف صوفي ما بخوفون والله فهم أخليك طبيعي جدا وخليك رائق أقعد في محلك ولا تتحرك وما بيقدر يخش وإن خش والله شفت يشوف كتاب عمره ما درسه هرفتها خليك طبيعي وقعد نحاقعد نتكلم بكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام طيب فربنا قال إن كنا لفي ضلال مبين السبب شنو إذ نسويكم برب العالمين الشيخ بالدجنة زي ما الله بالدجنة أي الله بيحيي الأموات كذلك الشيخ بيحيي الموتى زي ما قال البرعي ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسب كإحيائه ميتا وكالبنت بعد ما أتت وهي أنثى للذكورة تقلبه الله متحكم في كل الكون وله الأمر كله الصبية قال لك برض الشيخ متحكمين البرعي قال في علامة طريق حسن سيدي وتحسون بكم حسن فوق الكون متحكم دينه ذات إذ نسويكم برب العالمين الشيخ بينفع وبضر زي ما الله بينفع وبضر عندهم الشيخ بينفعك والشيخ بيضر كذلك الله تبارك وتعالى ينفع ويضر دمعنا إذن نسويكم برب العالمين الله نناديه في الشداي هنا ننادي الشيخ برضو في الشداي دمعنا إذن نسويكم برب العالمين شوف ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد السشوف ربنا سبحانه وتعالى ما إجامل أحد في الموضوع ده ولا يقبل أبدا إنه يجعل معه ند وشريك يجعل معه ند وشريك ربنا ما بيقبل الحيط ولا بيرضاها تبارك وتعالى لذلك يعذب المشركين عذابا شديدا في نار جهنم خالدين فيها أبدا أبدا لا بيطلع منا ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يموتوا ولا أي حاجة كويس فربنا قال إذن نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون والله قال الأضلون في الدنيا ده مجرمى بشكل في الدنيا بسمي شنو يسمي لك ولي صالح يسمي لك أهل الله ويسمي لك أبواتنا الشيوخ كويس لما نمشي هناك في الآخرى ويشوف العذاب يسميه شنو يسمي مجرم ونحن من هنا قعد نقول لك الناس ذيل مجرمى عارفة من هنا ما تبش تقوله بعدين هناك قوله من هنا كل شيوخ بتاعنا الطرق ده مجرمى الشد بدون يستثناء مجرمين كلهم من غير أي استثناء هرفت وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين أو صديق حميم قال دار الله ندولي شفع علينا وشفاع علي مشرك ما في يوم القيامة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ربنا قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضاها والنبي عليه الصلاة والسلام قال أحق الناس بشفاعة يوم القيامة من مات وهو لا يشرك بالله شيئا رواه مسلم الشفاعة للموحدين مشرك ما عنده أي شفاعة ولا صديق صديق بيحلك ما في أو صديق إن حميم صديق كان قريب لي حميم بكلمه بالحاصل بكلمني بالحاصل يطلعني من هنا ما في ما في دي ورطة إحنا قاية ورناك والله ورناك بعد ذاك من شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر يزاكم الله خير أقدم نورين أو أبو بكر أو أبو شوك لأنه قدموا لي ثلاثة أوراك اختاروا بعد ذا نورين أو أبو شوك أو أبو بكر وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان